ما يقول يا شيخ بس بدي أفهم هذا الصلاح اللي بتقول قاضيان في النار قاضي في الجنة وقاضيان في النار فماذا يقول بها وهل هي قول المقصور أم حديث عن الرسول هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس المقصود بالحديث النسب العددي يعني لو فرضنا أن هناك محكمة فيها ثلاثة قضاء فلا يأتي أحد ويقول اثنان من هؤلاء القضاء في النار وواحد في الجنة الرسول يقول هذا الرسول لم يقل هذا بهذا المعنى وإنما المقصود أن الإنسان لا يعرف الحق فيقضي فهذا عياذا بالله في النار لأنه لا يجزله أن يقضي وهو لا يعرف الحق ولا يعرف العلم الحالة الثانية يعرف الحق يعرف العلم يعرف الحكم الشرعي في المسألة لكنه يخالف لهوا أو لغرض شيء ما فيحكم بغير الحق فهذا في النار الحالة الثالثة رجل عرف الحق وقضى به فهذا في الجنة فقد يكون المحكمة فيها سبعون قاضيا كلهم يعرفون الحق ويقولون به فأولئك إن شاء الله كلهم في الجنة وقد توجد محكمة إن شاء الله ليس موجودة في بلادنا فيها مئة قاضي كلهم يعرفون الحق ويعهدون في القضاء يميلون عن القضاء فهؤلاء كلهم في النار هذا معنى قاضيان في النار وقاضوا في الجنة